إحساسك إيه؟ يعني قبل البطولات أحياناً إنت في إحساس الجمهور خلي بالك بيختلف عن إحساس لعب الكرة وخصوصاً اللي اللعب في النادي الآن إحساسك إيه قبل البطولة؟ والله يا كابتن زام والله بجد أنا بأتكلم بجد إحنا دايماً بيبقى إحساسنا إحساس واحد فقط وهو إزاي يقدر أفوز أنا ببقى نازل عايز أفوز عايز أكسب هذه المباراة عايز أكسب هذه البطولة ولكن بتلعب طبعاً فرق قوية فرق كبيرة فرق عالمية كل حاجة أنا النادي الأهلي أنا دايماً أنا لعبت اتنين كساء عالم الأندية كنت دايماً بعتبر نفس كده بقول أنا النادي الأهلي عايز أنزل ألعب وأكسب زي ما بكسب كل الفرق عايز أكسب الفرق دي طبعاً ممكن يبقى هما أفضل شوية بسبب أمور كثيرة جداً لكل أعلامها ولكن في النهاية أنا لما بجألعب بلعب كإني النادي الأهلي إن أنا عايز أكسب كل المباراة بس كنت فرقتي لك عادة فرق النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي في كل أجياله الحقيقة بتجد أن هناك بعض اللاعبين والفريق بالكامل الحقيقة مش بعض اللاعبين بيبقوا دايما مؤثرين وبشكل كبير في النادي الأهلي وبطولاته خلال هذه الفترات